ألا عايزة أعرض عمعك لأجواء الحفلة وأول موصلة العلمين وشايف المدينة إزاي اتغيرت وشايف وجود النوع ده من المهرجانات الفنية إزاي ممكن نضيف لمدينة سياحية جديدة زي العلمين العلمين والساحل عموما هو أصلا دايما في الشهور دي بيبقى الأجواء بتاعته حلوة أول المهرجان ضف لمسة يعني فنية كده حلوة للساحل وبعدين اختلاف الثقافات في كل الأحداث اللي بتحصل المهرجان العلمين مش بس الغنى في مصرح وفي فنون شعبية وفي حاجات كتير أول حتى أنا ويعني كذا إيريا كمان طبعا 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 نجوم الجيل الدهبي متعب والسقر طبعا وتبسطت جدا كان فيه كمان فعليات تانية كتير كل يوم في حاجات مختلفة وكل يوم فيه أغاني برضو حتى لو مش على المسرح الإيرينا بيبقى فيه في حتة تانية هنا فالحقيقة اختلاف كمان الجنسيات اللي بتيجي تغني ده بيخلي السياحة بشكل أكبر على الساحل الشمالي أكتر كمان من الأول مع أنه هو أصلا ملياني طيب ده اللي يضيفه المهرجان لمدينة العلمين ترجمة نانسي قنقر